موسيقى موسيقى مشاهدين كرام مرحبكم في حلقة جديدة من حلقات بكل وضوح معكم رشيد في هذا اللقاء المباشر الذي سأتطرق فيه إلى موضوع آخر يخص العقائد الإسلامية موضوع حصل فيه خلاف كبير بين علماء الإسلام عبر التاريخ ولا زال إلى حد الآن يشكل معضلة للمسلمين ولشيوخهم ولعلمائهم ولفرقهم نبدأ على بركة الله الموضوع الرحمن على العرش استوى ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ ما معنى الاستواء؟ وكيف استوى الإله على عرشه؟ وهل يحتاج الإله إلى عرش؟ وهل يحتاج الإله إلى الجلوس على عرش؟ لماذا أنكر بعض المسلمين مسألة الجلوس؟ هل هي مسألة رمزية أم حرفية؟ كل هذا النقاش سنتطرق إليه في هذه الحلقة دعوني في البداية في البداية أحسم الجدل وأسد أغلق الباب على أي شخص سيتصل وسيقولي موجود عندك في المسيحية مغالطة وأنت كذلك المسيحية تؤمن بأن الله يمكن أن يتجسد فأغلقوا الباب على هذا الموضوع لا يوجد إشكال أن الله يظهر في صفة بشرية وقد ظهر في صفة المسيح المسيحيون يؤمنون أيضا بالرمزية عندهم أصفار كثيرة ورؤى كثيرة وتوصفات كثيرة يكتسيها طابع الرمزية فإذن في كل الحالتين ليس هناك إشكال الإشكال عند من ينكرون تجسد الرب ويلومون المسيحين ويدحكون عليهم ويستهزئون بمعتقداتهم وفي نفس الوقت يؤمنون بأن لله عرش هذه هي المسألة دعونا نتابع أولا العرش كان رمزا لعظمة الملك فملكة سبا مذكورة في القرآن أن لها عرش عظيم في سورة النم 23 إذن كانت عظمة الملك في عظمة عرش الذي له عرش عظيم فهو صاحب ملك عظيم وأيضا من قصة يوسف في الآية 100 مثلا نقرأ في القرآن أن يوسف رفع أبويه على العرش يعني تعظيما وتمجيدا لهم أجلسهم على العرش وخروا له سجدة إذن فهنا التعظيم هو الجلوس على العرش لحد الآن في بعض الدول وبعض الممالك أو بعض المملكات يوجد العرش له رمزية كبيرة وعندنا في المغرب عندنا عيد وعيد كبير نسميه عيد العرش أو الجلوس على العرش بمعنى صح فإذن العرش رمز للملك العرش الجلوس على العرش معناه أخذ الملك والسلطان في القرآن في سورة التوبة المرة اللي فاتت شفنا سورة التوبة وفسرنا بعض الأجزاء فيها سورة التوبة تنتهي برب العرش العظيم آخر آية فيها فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم رب العرش العظيم تكررت في القرآن ثلاث مرات الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قل من رب السماوات السمع ورب العرش العظيم يعني الله في القرآن يصف نفسه بأنه صاحب أكبر كرسي صاحب أكبر عرش صاحب أكبر مملكة صاحب أكبر رمز للملك ما فيش إشكال لو كان الأمر رمزيا لكن هل هو مجرد رمز هل هو مجرد شيء لتقريب الصورة للبشر لا في الإسلام ليس كذلك وقد اختلف المفسرون عبر العصور حول هذا الأمر وسنرى بالتفصيل لماذا يشكل إشكالية كبيرة يقول الطبار في تفسير سورة التوبة 129 رب العرش العظيم قال إنما عني بوصفه جل ثناؤه نفسه بأنه رب العرش العظيم الخبر عن جميع ما دونه أنهم عبيده وفي ملكه وسلطانه لأن العرش العظيم إنما يكون للملوك مثل ما رأينا فوصف نفسه بأنه ذو العرش دون سائر خلقي وأنه ملك العظيم دون غيره إذن هو الملك العظيم صاحب العرش العظيم رب العرش العظيم لديه أكبر عرش في الدنيا هل يجلس عليه أم خلق منظرة أم موجود يستوي عليه أم لا يستوي عليه وكيف يجلس الرب على العرش إذا كان المؤمنون المسلمون لا يؤمنون بالتجسيد أو بالتجسد فكيف يجلس الرب على عرشه إذن هناك آية تتكرر كثيرا استوى على العرش أو عبارة تتكرر سبع مرات ست مرات استوى على العرش وفي سورة طه الرحمن على العرش استوى مرة واحدة الاستوى على العرش سبع مرات مذكور في القرآن ويأتي عادة في صيغة الخلق بعد خلق السماوات والأرض إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش في سورة الأعراف 54 وفي سورة الرعد 2 الله الذي رفع السماوات أيضا في فكرة الخلق الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش إذن الله خلق السماوات والأرض ثم الاستواء على العرش تم بعد خلق السماوات والأرض العرش كان موجود قبل خلق السماوات والأرض ثم بعد ما خلص الله خلق السماوات والأرض جلس أو اعتلى العرش جلس البعض يرفضها كما سنرى لكن على فوق عرشه كما يقولون ولا أدري ما معنى على على عرشه إن لم يكن جلوسا استواء العرش بعد خلق السماوات والأرض أنا شخصيا أعتقد أنها مأخوذة من التوراة لأن في التوراة مذكورا لله استراح في اليوم السابع بعد خلق السماوات والأرض وطبعا المعنى ليس أن الله تعب لكن فرغ من خلقه واتخذها المسيحيون واليهود على أساس أنها طريقة لإفهام الناس أن يستريحوا بعد الشغل سبعة أيام ستة أيام ثم في اليوم السابع يستريحون اللي هو فكرة السبت اللي أخذنا منها لحد الآن فكرة الويكيند أنه الإنسان يستريح في آخر الأسبوع بعد الشغل فهي تعطي درسا مهما في التفرغ أن الله فرغ وأنهى خلق السماوات والأرض وليس بالمعنى الحرفي أعتقد أن القرآن أو صاحب القرآن أخذها وترجمها إلى الاستواء استوى على العرج جلس بعد خلق السماوات والأرض ثم في سورة طه تأتي على صيغة الرحمن على العرش استوى هذه الآية والآيات المثيلة لها خلقت جدلا بين المسلمين استوى ما معنى استوى؟ على العرج هل الرب جلس على العرش؟ كيف يجلس الله؟ إن لم يكن له جسد هل الجلوس حرفي؟ أم الاستواء غير الجلوس؟ كل هذا الجدل كان منذ العصر الأول للإسلام إلى اليوم فاختلفه في معنى الاستواء القرطبي ينقل لنا يقول عن أبي عبيدة في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قال على استوى على أن الله على على العرش لكن لا يستطيعون قول جلسة لأنها ستشكل مشكلة وعلى تعطيهم نوع من الجيمناستيك التفسيري تعطيهم فرصة للهروب من واقع الحال على فوق العرش ولا ندري كيف ثم يقول القرطبي قلت فعلو الله تعالى وارتفعه عبارة عن علو مجده الآن صار تفسير رمزي علو مجده والصفاته وملاكوته طب لو كان علو فاستوى على المخلوقات كلها ليس على العرش فقط يعني استوى على الإنسان استوى على الحيوان استوى على السماوات والأرض استوى على كل شيء لماذا تخصيص العرش بالكلام فعلو الله وارتفعه عبارة عن علو مجده وصفاته لا تحتاج يعني يقول مجده أكبر من مجد أي مخلوق لماذا اللف والدوران يعني استوى على العرش معناها مجده وصفاته أكبر من جميع المخلوقات طب لماذا العرش هل هناك حاجة إلى ذكر العرش دون ذكر العرش لا نستطيع أن نقول أن الله على في صفاته وفي مجده فوق كل المخلوقات لا تستقيم الجملة دون ذكر استوى على العرش واضح أنها ترقيعة ونوع من الهروب من المعنى المتبادر للدهن أول ما يقرأ الإنسان هذه الآية إذن كيف استوى الله عن العرش هذا السؤال سأوجهه أيضا للمشاهدين الذين يتابعون هذه الحلقة خاصة من المسلمين ما معنى الله استوى على العرش أرحب بأي مسلم يشرح لنا الاستواء في هذه الحلقة الخطوط مفتوحة لكم وتحدي مفتوحة أمامكم ولكم كل الفرصة أن تشرحوا لنا معنى استواء الله على العرش يعني المسيحيون أو المسلمون عفوا يلومون المسيحيين دائما والتالوت ولا تستطيعون شرح التالوت وكذا وربكم غامض وكذا وكذا وكيف يكون الله ابن وابن وروح قدس وكيف يكون الثلاثة واحد وكذا وكذا ويتحدونهم ويضحكون ويعملوا الكتب ويعملوا الفيديوهات ويعملوا كل شيء ولكن حين يتعلق الأمر بالاستواء تجدهم صامتين ويريدون أن يصمتوا كل سؤال ولا يستطيعون تفسيره طيب الآن فرصة لكم لتفسير الاستواء وخلونا نقرأ ماذا قال صاحب تفسير البغوي قال التالي سأل رجل مالك ابن أنس والقصة مشهورة على فكرة عن قوله الرحمن على العرش استوى في سورة طه قال كيف استوى رجل سأل مالك ابن أنس طبعا المذهب المالكي واحد من المذاهب المشهورة مالك ابن أنس وما أدراك ما مالك فأطرق رأسه ماليا يعني مالك وعلاه الرحضات ثم قال يعني بعد تفكير عميق ماذا قال لنا السيد مالك قال الاستواء غير مجهول لاحظوا العبارة هي عبارة عن دواخين يلمون الاستواء غير مجهول طبما تشرحوا لنا يعني عاوض تقول لنا الاستواء غير مجهول تفضل يا مستر مالك شرح لنا الاستواء طالما هو معروف والكيف غير معقول يعني الكيفية الاستواء لا نستطيع أن نعقلها بالعقل الاستواء غير مجهول الاستواء معلوم معروف ولكن كيفيته لا تدخل العقل غير معقول لن نستطيع استعافها بالعقل طبما مدام غير معقول فهو كيف نستطيع أن نشرحه فهو مجهول لحد الآن لا يعرف الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب يعني تؤمن من غير ما تفهمه تؤمن به تقول الله استوى على العرش من غير ما تقول كيف ومن غير ما تشرحه ومن غير ما تفهمه والسؤال عنه بدعة ولو سألت أنت مبتدئ وما أظنك وقال للرجل وما أظنك إلا ضالا ثم أمر به فأخرج قال له أخرج طلع بر طلع بر طلع بر انت ضال ومضل هذا هو الأسلوب الذي يتعامل به الشيوخ إلى اليوم خيل أنك تتصل بشيخ الأزهر تقول له حضرة الشيخ الشيخ الطيب ما معنى استوى على العرش كيف استوى الله سيقول لك نفس العبارة لا زالوا يكررونها إلى الآن الاستوى غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وتفضل مع السلامة خلاص تفسير الاستوى سورة تفسير الطبري ثم استوعى العرش أما قوله تعالى يقول الطبري أما قوله تعالى ثم استوعى العرش فللناس في هذا المقام مقالات كتير جدا يعني المسلمون احتاروا في شرح هذه المسألة ليس هذا موضع بسطها ولم يضعها لنا ليس هذا موضع بسطها وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي ما احنا شفنا مالك وانا قال قال لك احنا يعني مش هنخوض في كل ما قاله الناس احنا هنتبع مالك ونتبع الأوزاعي والثوري والليت بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل كل الآئمة ما شاء الله وإسحاخ بن رهوي وغيرهم من آئمة المسلمين قديما وحديثا ماذا نفعل؟ وهو إمرارها كما جاءت تبلعها وتمررها زي ما هي تبلعها زي ما هي من غير تكيف ولا تشبيه ما نشبهش وما نكيفش ما نشرحش الكيفية ولا تعطيل وما نقولش ما حصلتش والظاهر المتبادر إلى أدهان المشبهين اللي بيبان من أول لحظة استوى على العرش استوى على العرش جلس من في اللي بيتبادر إلى دينك من في عن الله لا يشبيه شيء من خلقه وليس كمثله شيء وهو السميع البصير في حد ما اتصل بنا خلينا نتمنى أنه يشرح لنا الاستواء ألو من معي تفضل مساء نور أهلا وسهلا أنا محمد من الولايات المتحدة أهلا 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 افتكرتك شخص مسلم حضرتك مسلم صابق أنا عايز واحد مسلم يشرح لنا الاستواء بس معليش تفضل أنا بدي عندي جزئيتين إذا سمحت تفضل تعليق على العرش والتانية رجاء بالنسبة لكلمة على العرش استواء أو يعني شخص الله أو ما هو الله أنا عابر من أنا داخل 43 يعني 43 فليه مدة وبرغم من كده أقرى كتير وبحاول أفهم كتير وبرغم من كده أنا لا ليس لست أهلا ما قدرش أنا أعرف إذا كان الله بيعود وبيعود إزاي وبيعود ولا لا كل الحاجة دي صعبة جدا فهمها أستاذ رشيد فسواء تمام الله هو أهم شيء في الإنسان مش الشكليات الله له يدين يمين ولا عجلين شمال إنه الإنسان شخصيتك تتحلى أو يعني تكونش مليئة بجمال الله ومحبة الله ده في الأخير خالص أما الله له يدين يمين واتنين شمال والكلام الفاضي ده كله عفوا لا يفيد تفضل لا يوجد مشكلة وغير من أن الفترة اللي أنا بدعس فيها وبعرف فيها وبحاول أفهم ماش أدا هل ده يغير من أعظمة الخالق أو أعظمة الله لا أنا أنا مش فاهم أبدا أبدا ده مدخلتي للمسلم بكل محبة وبكل إخلاص خليك من الشكليات خليك من الشكليات وحاول توصل لما هو بالقلب وتنقيه ما هو الرجاء أخي محمد أوكي الرجاء اللي أنا بدي أنك حضرتك أنا عارف أنك مشغول كتير وعندك مواضرة كتيرة ولكن يعني مؤخرا في ناس كتيرة جدا على الميديا السوشيال ميديا اللي هما حضرتك بتسميهم اللي هما الإسلام الكيوت بيحاولوا يجمل المشكلة مش أن اللي بيجمل لو اللي بيجمل واحد زي قاباوي أو الناس اللي هما بتوع الأنصر ما هي منيش لكن المشكلة إن فيه ناس كتيرة محترمين ومعتبرين وليهم وزن بيحاولوا يعملوا إسلام على حويتهم والمشكلة هنا اللي أنا شايفها إنه لو واحد زي إسلام البحيري في مصر ليه سقف معين ما يقدرش يتخطى فبيحاول إن هو يمشي أمور طبقا لقوانين الدولة وهكذا أما اللي عايش في كندا اللي عايش في بريطانيا اللي عايش في أمريكا وبيحاول إن هو يقول إيه الإسلام ليس كويس 100% بس يعني نحن ممكن نجمله أو حاجة من هذا وقبيد لو تقبر حضرتك تعملنا حلقة أو تستضيف واحد من الناس دي لأن دي وكت نظري أنا أستاذ عشيد الناس دي أكتر خطوة من الأظهر أنا معاك وياريت وأنا سأوجه الدعوة لبعض منهم وياريت يطلع أنا أشكرك لأنه لازم نعطي فرصة لأنا أشكرك أخي محاول الفكرة أنه ردا باختصار شديد أنا أطرح المواضيع التي طرحت في التراث الإسلامي تناولها القرآن تناولها الحديد تناولها المفسرون وتناولها الشيوخ عبر العصور هل هي مهمة بالنسبة لي أنا أتفق مع الأخ محمد أن الله روح والجوهر هو المهم لكن بالنسبة للكتير من المسلمين هذه الأمور مهمة ولذلك شغلت حيزا كبيرا من نقاشاتهم ولذلك أنا أطرح الأسئلة حتى تستفيق الأدهان وتستفيق العقول ونبدأ في نقاش متحضر عقلاني يقودنا إلى فهم جوهر الدين فهم جوهر الديانة ماذا ينبغي أن تفعل في الإنسان بدل أنك تبقى سجين هذا التراث هذا هو دورنا إذن نستمر وطبعا أنا أعطي مرة ثانية فرصة لأي مسلم يشرح لنا معنى الاستواء وإلا لماذا ورد في القرآن إذا كان المعنى غير مفهوم والاستواء معلوم لكن الكيف مجهول أو غير معقول كما قال الإمام مالك احتار المفسرون كثيرا في هذا الأمر تفسير التبري ينقل لنا يقول بل الأمر كما قال الأئمة ويعطي نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري كمثال قال من شبه الله بخلقه فقد كفر يعني لو قلت أن الله جلس واستوى وشبهته بخلقه كفرت ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر اللي جحد قال أنه ما فيش استواء أنه الاستواء فقط رمزي كفر أيضا يعني خلك بين البنين لنت قادر تشبه ولنت قادر تنكر يعني اللي قال أنه الاستواء مجرد رمز ومعناه روحي ومعناه رمزي كفر يعني أنكر الاستواء واللي شبه قال أن الاستواء هو جلوس على عرش كما أجلس أنا مثلا فقد كفر أيضا والمنزلة بين البنتين دول بين المنزلتين دي منزلة اللي مش عارف يعمل إيه اللي حاير اللي تعيه فأغلب شيوخ الإسلام أخذوا المنزلة دي وجلسوا فيها مثل الأعراف في الإسلام لا هي جنة ولا هي نار لقد جهلوا كيفية الاستواء قلينا نشوف تفسير القرط بماذا يقول يقول ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على العرش حقيقة حقيقة يعني ليس مجازا حقيقة وخص العرش بذلك لأنه أعظم مخلوقات أعظم شيء خلقه الله هو العرش مش الكون مش المجرات مش الأكوام لا أعظم مخلوقات هو العرش وإنما جهلوا كيفية الاستواء فإنه لا تعلم حقيقته الاستواء مجهول قال مالك رحمه الله سيكرر لنا نفس المقولة القرطبي الاستواء معلوم يعني في اللغة والكيف مجهول والسؤال عن هذا بدعة يعني ما تسألش يا مسلم أيها المسلم الذي دائما تحاول جاهدا أن تحرج المسيحيين بالدعائك أن التالوت غير مفهوم هل فهمت الاستواء أم الاستواء عندك خلاص ما نسألش عنه السؤال عنده بدعة لكن نسأل المسيحيين ونترية عليهم ما فيش مشكلة طب ما أنت ممنوع حتى تسأل سؤال عن الاستواء خلوك مبتدع إذا سألت أنت مبتدع كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يعني أنت رايح النار لأنك مبتدع لأنك سؤال سألت كيف يستوي الله على عرش أنت تطرد كما طرد مالك السائل تفضل من معي تفضلي تفضلي انت على الحين يا أخ رسيد اللغة العربية معقدة يعني تقدر الحين لما نقول الأكل السواء هل يعني جلس وإيش ما نخط الإسلواء يعني ندخل ندخل إلى معاني أخرى الكلمة في كل تفسر بحسب سياقها عندما نقول رشيد استوى على الكرسي معناها اعتدل في جلسته لكن إذا قلت أنه استوى الفقير والغني معناها تعادل فالكلمة تفسر بحسب سياقها مدام الله لديه عرش واستوى على العرش مدام عنا فاعل وعنا عرش وعندنا استوى فالاستواء في هذه الحالة لا يفيد إلا الجلوس على العرش أنا ما أقولش أنه طبيخ استوى أنا قلت أنه طبيخ بس أنه اللغة العربية مؤقدة يعني صعب أنه نفهم كل المعاني ممكن يكون مقصد ثاني مش هو كتاب مبين عربي مبين هذه صراحة أتفق معها من ناحية أنه المفروض أن يكون واضح لكن التعقيد هذا يخلي حتى الناس اللي مثلا الناس عقولها تفتر تفرك في ناس أفكياء في ناس ضعيفين الذكاء فضعيفين الذكاء ما حيظهموا نترك الناس يعني طب ما هو آلاف الأحاديد شرحت لنا يعني أشياء تفهم مثل نستخدم الحجارة مع احترامي لحضرتك نستخدم الحجارة في المسح ونستخدم كده ترحب معنى حرفي طب تعتقدين أنه الاستواء معناه حرفي لا أحيانا يكون المعنى حرفي أحيانا طب ما معنى استواء في نظرك ممكن أنه انتهى يعني خلاص انتهى من الفعل يعني الله استواء على العرش معناه انتهى من أفعاله مثلا من مثلا انتهى من الخلق ثم يعني كده لكن استواء على العرش ليه العرش ممكن يقول انتهى الله ما يعرفش عبر يحط آية يقول انتهيت من خلقي اليوم أكملت خلقي ممكن يعني العربي معقد العربي فهو ما نجد نعرف احنا نحن نرمي في هذه الحالة نرمي المشكلة على اللغة لكن طالما فيه أحاديث وفيه سنة وفيه صحابة ما كانوش تفضلوا ومشكورين يشرحوا لنا الاستواء بدل ما يخلوا الناس حيرانين عبر العصور هذه المشكلة ان الناس تفسر الايات كل واحد على حسب فهمه الرسول نفسه كان ممكن يفسر ما يترك العبر للناس طب لي مفسر هذا ممكن بالنسبة لهم كانت واضحة ما تحتاج تفسير لأن هذا كانت واضحة طيب مالك قريب جدا مالك هو ابن أنس وأنس كان خادم الرسول يعني كان قريب جدا من يعني كان مفروض ممكن لم يكن يطلبوا تفسير لم يكن يقولوا تفسير يا رسول لله نحن فهمين يعني لا يستطيع تفسير لنا على العموم أنا أشكر محاولتك لكن لحد الآن لم يكن فسر استوى يعني لحد الآن نحن لا يعرف معنى استوى وأشكرك على الجرأ وعلى التواصل يحسب لك هذا نكمل عن فكرة الاستوى طبعا الأمر مفتوح لا أريد أنا أن أحرج أحد أنا فقط أفتح المجال لمناقشة هذا الموضوع بكل وضوح طيب طالما أنه الاستوى الحد الحد الآن مجهول محدش يعرف إزاي ومذكورة في كتاب عربي مبين معجز محتاش حد يفسره أصلا يعني فصلت آياته كتاب فصلت آياته مفيش خلاص واضح كل الوضوح محتاش حتى برنامج بكل الوضوح هو تقرأ تفهم على الطول طب استوى العرش لما فهم على الطول بفهم رحمن على العرش استوى طب أنا جايكم لمشكلة أعمق العرش على الماء وهو الذي خلق في سورة هود وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء قبل خلق السماوات والأرض كان العرش محدود فوق الماء مش ده مكان والله استوى العرش مش ده مكان مش معناه أن الله محدود بمكان معين فلماذا تلومون المسيحيين على أن الله تجسد في صفة إنسانا مش فاهم يعني واحد يؤمن بأن الله استوى على العرش وأنه العرش مكان وأحد مخلوقات الله حتى لو كان أعظمها وموجود على الماء وفي الأخير كان عرش على الماء هذا بدء خلقي قبل أن يخلق السمات والعرض يعني عرش الله كان على الماء خلينا نأخذ مكالمة أخرى ألو من معي أهلا أخ رشيد أهلا سهلا بك تفضل معك جبريل في موضوع الحلقة الرحمن على العرش استوى نعم نعم مسألة الاستواء هي يعني شكلت عائق حتى للمفسرين يعني ف نستطيع أن نسأل بعض الأسئلة هل كان الله على حال وأصبح على حال تمام إذن إذا كان الله على حال وأصبح على حال فهو يمر عليه الزمان وله زمان ومكان صحيح صحيح كان لم يستوي وصار مستوي على الأقل الاستواء مجهول يعني حتى حتى لو قالوا الاستواء مجهول فهو كان في مكان وأصبح في مكان فهو مر عليه الزمان كان على حال وأصبح على حال مني منطقي أني سؤال منطقي يستطيع الشخص أن يسأل هل الله كان واقفا يعني هذا سؤال منطقي وهل الله يحتاج إلى عرش وهل العرش احتوى الله بالضبط يعني كيف لشيء مخلوق مخلوق خلقه الله أن يستوي الله بعظمته شكرا شكرا مخلوق من مخلوقات الله ويحتوي الله كيف كيف خلق الله العرش على الماء خلينا نشوف هذا السؤال عن أبي رجين قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه يعني فين كان قال كان في عماء في الظلام ما فوقه هواء وما تحته هواء ثم خلق عرشه على الماء في عماء ما فيش شيء يعني الفراغ الخواء الظلام كان في عماء ما فوقه هواء ما هو الهواء شيء أيضا يعني فيه مكان ربنا ده طرح على فكرة الأخل اتصل أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه حتى العرش يعني قال لك كان في عماء ما فوقه هواء ما تحته هواء ثم خلق عرشه على الماء طب الماء اللي خلق عرشه عليه جمنيين طالما أنه الله لسه مخلقش أي شيء أول مخلوقات الله هو العرش أعظمها قال لك كان في عماء خواء فراغ ظلام ما فيه شيء ما فوقه هواء وتحته هواء ما هو الهواء أيضا شيء ثم خلق عرشه ما تعرف أنه الشيوخ الإسلام عندهم مش تصور على الله مش عارفين إيه هو ولا كيف كان ولا كيف بدأ ولا أي شيء ويعودوا يترياءوا على المسيحيين بكل بجاح على رأي الإخوة المصريين عن سعيد بن جبير قال سئل ابن عباس عن قوله وكان عرشه على الماء على أي شيء كان الماء قال له قال على متن الريح فين كانت الماء اللي خلق الله عليه العرش قال لك على متن الريح طب الرميح مش مخلوق من مخلوقات الله يعني المي على الريح والعرش على المية والله استوى على العرش يعني فالزور في الزور طب المشكلة ان العرش تحمل ملائكة في صورة الحاقة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ تمانية انا عايز افهم هل الله تحمل تماني ملائكة طالما هو مستوي على العرش والاستواء مجهول يا سيدي يا سيدي احنا ما فسرناش بالجلوس لكن هو مستوي عليه حتى لو كان بيطير يعني هو مش قاعد مش جالس لكن قاعد يطير عليه هو الاستواء ما فيهاش مفر انه جلس على العرش لو عايزين الصراحة لكن لو عايزين اللف ودوخين يلمونة خلاص الاستواء مجهول الاستواء بيرفر فوق العرش هو شي بطائر على العرش خلقوا منظرة كده يعني ما هو العرش معمول لإيه معمول عشان يجلس عليه طالما خلقوا خلاه فاضي يعني دلوقتي عرش الله فارغ خلق شي مالوج لازمة يعني فارغ قاعد هناك وهو طاير فوقه المهم هو فوقه علىه يعني اعتلى العرش فوقه طاير فوقه يا سيدي وهذا العرش يحمل تمانية ملائكة يوم القيامة فوقهم يومئذين ها هي التفاسير يا سيدي حتى لا يقول قائل قال بعضهم تمانية صفوف لا يعلموا عدتهن إلا الله والبعض قال لك تمانية ملائكة على خلق الوعلة يعني في اختلاف قال لك يا تمانية صفوف تمانية مش عارفين تمانية صفوف من الملائكة عددهم لا يعلموا إلا الله يعني بلايين ملايين 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 من الصفوف تمانية صفوف لكن مليانة ملايين ملائكة وتمانية أول بعض قال لك تمانية أملاك كل واحد ها حنشوف صفاتهم كل واحد قد الدنيا وعلى خلق الوعلة مثل الأوعال حملين عرش الله اللي هو طبعا مجالس عليه هو مستوي عليه في فرق مستوي عليه والاستواء مجهور لكن هو مستوي عليه عن ابن سحاق قال بلغنا أن رسول الله قال هم اليوم أربع في الدنيا أربع ملايكة يوم القيامة حملت العرش اليوم لكن إذا كان يوم القيامة أيدهم الله وأربع آخرين فكانوا تمانية اسمحوا لي هنا بنوع من التساؤل الساخر ليه في الدنيا عرش الله يحملوا أربع ملايكة وفي الأخرى تمانية هو الله بعد ما تحرك يعني قبل الخلق ما كانش عنده عرش قبل أن يخلق العرش لكن يبدو أنه مع طول الزمن والأزل تعب فخلق عرش يستوي عليه فاستوي على العرش فحتاج أربع لكن طبعا كل مجلس الواحد يدخن فالحد يوم القيامة هيدخن فيحتاج دبل ملايكة إيه لازمت ملايكة يحملوا عرش فاضي ده أول واحد إيه لازمت ملايكة يحملوا عرش عليه الله إيه لازمت ملايكة يحملوا عرش وهم أربع يوم القيامة يزودهم بأربعة تانين هو الوزن زاد الله وزنه زاد معه ما فيش حركة وما فيش خلق وما فيش موفمينت خلاص الفات زادت فالملائكة الثمانية مساكين قالوا يا رب زودهم أربعة تانيين لأنه احنا مشادرين رغم أنه يعني أوصاف الملائكة يعني شيء من الضحك يعني التبري قال ابن زيد في قولي ويحملوا عرش ربك فوقهم يوميدين تمانية قال تمانية تأملك قال رسول الله يحمله اليوم أربع يوم القيامة تمانية ما فيش مشكلة قال أقدمهم في الأرض السابعة ومناكبهم خارجة من السماوات عليها العرش أنا عايز أفهم إزاي مناكبهم خارجة من السماوات إزاي طالع عند سماوات الجيران طالع عند يعني فجأة نطلع عند بتاع أنا مش فاهم هم كانوا فاهمين اللي بيقولوا ولا كانوا بيكتبوا أي شيء وخلاص علينا نشوف مكالمة تانية لعل أحد يجبنا عن الاستواءل ومن معي عادل تفضل أخي عادل أنا هدخل المداخلة في بيكتين الآية بتقول الرحمن استوى على العرش أنا هربط بيها آية تانية لو سمعت آية سلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعى شحية الآية دي مفروض كده عيسك تحمل الكرآن وإله الكرآن المفروض إله الكرآن يقول له تلام عليك يوم ولدت ويوم أبعى شحية برضو مش فاهم أي العلاقة صراحة ثم أنا أقولها حالاً صد الآية بتاعة الرحمن استوى على العرش مفهوم منها أنه ساب العرش ورجع تاني جلس على العرش فهنا بقول صح كده الرحمن نزل من السماء إلى الأرض وتمم عملية الفداء لا ده جيمناستيك مسيحي بقى ده جيمناستيك مسيحي يعني هنعمل جيمناستيك في الاتجاهين يعني هم يرقعوا من جانب ويتصل بي يا أخ مسيحي ويعمل له ترقيعة تانية ملاش أي علاقة يا أخي في مراعاة الصياق في مراعاة المعنى الأصلي فيه أشياء كثيرة ما ينفعش احنا بنلوم على المسلمين بيعملوا جيمناستيك ويعملوا لها كده ونسيب المسائل لا لا يا أخي هذا كلام ملوش أي معنى سوري آسف خلينا في يعني استوى على العرش يعني هساب العرش وراح عمل الفداء ورجع للعرش تاني استوى علي جبتها منين جبتها منين غير الجيمناستيك نرجع إلى أوصاف يحملوا عرش ربك فوقهم يومئذ تمانية قال لك تمانية أملك وده إشكال أولا هل في جاذبية مع الله في جاذبية على عرش الله وليه محتاج يحمل احنا عندنا في المغرب حاجة نسميها العمارية يعني يحملوا العريس على العمارية يعني شكل من الأشكال عرش بيعود عليه وبيحملوا هالربنا قاعد في عمارية مغربية يعني بيحملوه أربع ملايكة ويقوم القيامة تمانية حاجة تدعو إلى التساؤل في المستدرك للحاكم وطبعا المستدرك هو مستدرك على الصحيحين يعني في أحاديث صحيح عن العباس بن عبد المطلب في قول الله عز وجل ويحملوا عرش ربك فوقهم يومئذ تمانية قال أملك على سورة الأوعال بين أضلافهم وركبهم مسيرة 63 سنة أو 65 سنية بين الأضلاف والركب 65 سنة ماشي وهو طبعا بيكبروا حجم الملايكة عشان تفهم أنه العرش كبير ما ينفعش عرش كبير يحملوا ملايكة صغار لازم يكون بين أكتفهم وبين رؤوسهم مسيرة 500 سنة ولازم يكون بين أضلافهم وركبهم مسيرة 63 سنة ما عرفش بالجمل ولا بالخيل وعلى سورة أوعال وطبعا يعني عشان يقولك أنه اللي بيحملوا العرش دول مش قليلين يعني دول شداد عشان تعرفوا عرش ربنا قدي مشكلة أنه كل الأحاديث وكل التفاسير وكل الصياق يدل على أن الله جالس على العرش صحيح البخاري مثلا الله عنده كتاب فوق العرش جالس مثل الملك مثل ملوك الزمن القديم وعنده كتب بيجيبوله كتب لما قضى الله الخلق كتب فيه كتابي عنده كتاب كان بيكتب فيه خلقت خلقت رشيد كافراء ده في في الشابتر خمسة واربي خلقت وسيقوم بكل وضوح سيقوم كتبها لما قضى الله الخلق كتب فيه كتابي المهم كتب كل التفاصيل حتى المتصل سيأتي بعد شوية فهو عنده فوق العرش طب مدام الكتاب عنده فوق العرش هو جالس فيه أحدف لك إجابتين تتصل بصديق فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي لا وتخيل أنه واحدة من الشابترز كتب فيها إن رحمتي غلبت غضبي هو عملها رمايندر يعني جاستين كيسي انساها فحطها رمايندر يعني إن رحمتي غلبت غضبي رمايندر أذكير عشان ما ننسش واحدة من الغرائب المتعلقة بالعرش إن العرش اهتز لموت سعد بن معاد أنا مش فاهم أنا مش فاهم العرش كائن عاقل عرف إنه مساعد بن معاد مات فهتز ما لكي عرش سعد مات طيب 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 اللي قتله هو اللي مستوي عليك لو أنت زعلان ازعل وقعه إنه هو يعني اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاد وكده سعد يعني يعني إيه الغاية ما الغاية من اهتزاز عرش الرحمن لموت سعد بن معاد ما فيش شيء ما فيش غاية واحدة من الأشياء التي تدل على أن الله جالس على العرش في الإسلام في حديث يتعلق بيوم القيامة حديث الشفاعة إنه الناس هيجو محمد طويل عريض فأنا خدت منه آخر شطرين فيأتوني بيقول محمد فيأتوني الناس هيجو لعندي فأسجد تحت العرش أسجد تحت العرش فيقال يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى طب هل تسجد إيه تحت العرش لو ما كانش الله على العرش ده مش شرك لو ما كانش الله جالس على العرش ولا الله حطت العرش منظرة وانتو تسجدوا تحته وهو عادي تفرش في مكان تاني طالما أن الله طالما أن محمد سجد تحت العرش معناها أن الله قاعد على العرش لكن قاعد ده بتشكل له مشكلة جالس بتشكل المشكلة لازم يستخدم مستوى مستوي على العرش الله مستوي على عرش واللي هي في الأخير لا تاني إلا أنه جالس على العرش طبعا سيعطيك أي تفسير إلا جالس وحيقول لك استوى وهل يستوى الذين يعلمون الذين لا يعلمون وقول لك استوى إلى السماء وهي دخان ويقول لك استوى وياخذك في كل المستويات عشان ما يقولكش المستوى معناها قعد على العرش والعرش له مكان بطبيعة الحال في الصحيح البخاري قالك إن في الجنة مئة درجة طبعا في طبقات اللي بينكر الطبقية في الجنة ما يعرفش إسلام إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيلي كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض يعني الطبقات في الجنة ما شاء الله مش زي الطبقات في الدنيا كل واحد بينهم يعني آلاف السنين فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس لو قلت لله أقولوا له أعطينا أعلى طبقة فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة هو الفردوس أفضل طبقات الجنة وفوقه عرش الرحمن طبعا مثل الطبقية في الدنيا إن الحي الراقي بيكون قريب لمنزل الملك ومنزل الرئيس فالأحياء في الجنة طبعا أعلاها الفردوس وهو الأقرب لقصر الرئيس لعرش الرئيس ومنه تفجر أنهار الجنة ومن هناك جاي كل الماء اللي بتسقي الجنة كلها من هناك من قصر الرئيس مباشرة فوقه عرش الرحمن ده تصور دنيوي على الممالك زي ما كانت زمهان وأنه اللي بيملك هو مالك كل شيء فقال لك لما تسأله اسأله الفردوس اللي حيكون فيها الصحابة والإليت بتاع المجتمع وزبدة المجتمع حيكون فيها عمر بن الخطاب وابو بكر حيكون فيها حتى اللي اهتز من أجل العرش شاعد بن معاد وحيكون فيها النبي والصديقين والشهداء كلهم حيكون في الفردوس قريبين من العرش بقي الطبقات بقى طبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة والطبقة اللي دخلة بشوية حسنات دول حيعطوهم في دور الصفيح بتاع الجنة أو في الخيام ببرة عريانين ما لهمش أي لزمة يعني دول بعاد جدا عن العرش مش في الأحياء الراقية بتاع الجنة عشان تعرفوا أنه حتى في الجنة في طبقية دعي وصلنا ليه أنه العرش في مكان أنه أقرب أن المؤمنين أقرب ليه من باقي التانيين أنه هو في حيز معين وأن الله مستوي عليه في ذلك الحيز لا العرش عنده قوائم مثل قوائم عروش الملوك قال النبي الناس يسعقون يوم القيامة فإذا أنا بموسى لم أرفع راسي على موسى وأخذ بقايمة من قوائم العرش يعني بيقوله يعني وكانه بيتمسك بقايمة يا رب رحمتك يعني زي ما بيقوله بالمغربية أنا مزاوك أنا مزاوك يا ربي أنا أماسك بقائمة العرش بيتمسك بقائمة من قوائم العرش ومش عارف الملائكة سابوه يمسك ولا ضربوه وعلوله ابعد وإزاي يمسك بيها والملايكة رفعين ده سؤال تاني نسيبه لأصحاب الخيال الواسع عشان يجاوبوا عليه يمكن مسك في واحد من الملايكة أو مسيرة 63 سنة لحد ما يوصل للقائمة ما نعرفش ما نعرفش أقوى العلماء المسلمين في مسألة العرش كثيرة قال لك الله تبارك وتعالى فوق عرشه فوق سماواته بائن من خلقه متميز عنهم فمن لم يعرفه بذلك لم يعرف إلهه الذي يعبد المسلمين مش عارفين إلههم بناء على هذا القول لأنهم مش عارفين استوى الزاي قاعد فين عرشه الزاي ولا شي قالوا أيضا أن الله فوق سماواته على عرش بائن من خلقه وده مجموع فتاوى ابن تيمية قال محمد بن إسحاق بن خزيمة أمام الأئمة من لم يقل أن الله فوق السماواته على عرش بائن من خلقه واجب أن يستتاب فإن تاب وإلا دورب العرش بائن من خلقه وإلا دورب العرش وإلا دورب العرش ثم أقيا عزباله لأن لا يتقل يحيق إلى أهل الدينة ويقوم في المزباله لنهانس أن الله جانس على عرشه أو على عرشه على الأقل نستوي على عرشه اتبقى الكلمة من المسلمين أن الله تعالى فوق عرشه فوق السماواته كثير الأيات على هذا الأمر المشكلة أنه العرش تحته كرسي فكريد آية الكرسي الموجودة في سورة البقرة وسعة كرسيه والسماواته الأرض ودوح الضماء والعي العظيم اللي يتبارك بها المسلمون والطولة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة قال لك علمه كرسيه لأنه شاهدوا فيها إشكالية قال لك الكرسي عالم وما هو ما بيحاولوا أحيانا يهربوا بين الكرسي وبين العرش مسيرة خمسمائة سنة مش عارف ليه رجلية طوالجة ما فوق العرش والكرسي تحت العرش وما بين العرش والكرسي خمسمائة عام وإيه لازمة الكرسي يمكن الله بيحب مد رجليه قوي قوي والكرسي له صوت قال الكرسي موضع القدمين وله أطيط كأطيط الرحل يمكن الأقدام تخينة أو إلي أنه بيسمع له صوت ده موضع القدمين قال لك الكرسي له أطيط كأطيط الرحل وصلنا لأخر الأسئلة عشان ما تطورش لأنه خلاص وصلنا لأخر الحلقة لماذا يوجد عرش هل الله يحتاج إلى عرش إذا كان الله غير مجسد ولا يظهر في جسد لماذا يوجد عرش ما الحاجة إلى عرش كيف يستوي الله على هذا العرش ولماذا يوجد كرسي تحت العرش وفي قصة سعد لماذا يهتز العرش أصلا هل العرش عاقل ولماذا يحمل عرش الله ملايكة لماذا يحمله ملايكة كل الأسئلة دي تحتاج إلى إجابة من كل واحد يشاهد هذه الحلقة مسألة الاستواء على العرش مسألة خلقة إشكال لدى علماء الإسلام استخلق إشكال لدى المسلمين مش حيعرفوا يجاوبوا عليها ومش عارفين إزاي ومش عارفين أي شيء يرددوا كلام وبيقولك الاستواء هو معلوم وكيف هو مشهول والسؤال عنه بدأ يعني آمن من غير ما تسأل من غير ما تستخدم عقلك وصلت أنا لنهاية الحلقة أترككم مع هذه الأسئلة وأحيلكم على التعليقات في الفيسبوك والتويتر وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وإلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى